لما بسرح وانا بصلي كده صلاتها تبقى مقبولة ولا لا؟ مقبولة ان شاء الله على قدري ما لم تسرحي في صلاتك ومقبولة لإسقاط الفريضة الصلاة بتاعتنا دي غريبة شوية من كرم ربنا علينا لو انك مثلا فرضنا ان احنا صلينا سرحانين مية في المية يعني الصلاة خدت مننا خمس دقائق الخمس دقائق سرحانين يعيني بنفكر في ملكوت الله قم تسقط عنك الفريضة طيب عرفت اللي انا بقوله وانا بقول سبحانه ربي الاعلى او سبحانه ربي العظيم او يا رب كرمني وارزقني واهديني عرفت الكلام اللي انا بقوله ده لمدة دقيقة واربعة سرحانين هتتحسب لك دقيقة سواب لو ما جبتش ولا دقيقة خلاص الفريضة سقطت ادي اول حتة ادي اول جانب السواب بقى السواب على قدر ما عقل احدنا من صلاته اتنين لتلاتة تحسب لك اتنين لتلاتة اربعين في المية تلاتة لخمسة يبقى تلاتة هتحسبو لك ستين في المية وبقيت الصلاة مش هتاخدي عليه سواب بس مش هتاخدي عقاب يبقى اذا الاجابة على هذا السؤال سؤال مهم انه بيحاول الانسان جاهدا ان يستحضر عظمة مولاه فاذا زهنه راح كده ولا كده ما سمي الانسانه الا لنسيه فيكون هكذا تفضل الالتزام بصراطك عايز قرار دي نمرة واحد لازم تعزمي على نفسك ان خلاص انا قررت ان انا هصلي قرار نهائي ما فيهش مراجعة ولا فيه رجوع نمرة اتنين اللي يساعد برضو على ان هو انا اصلي ربنا بيقول ايه ان الصلاة تنع عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر يبقى نذكر خارج الصلاة الذكر خارج الصلاة بيساعد على ديمومة الصلاة